بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله نكمل الآن الجزء الثاني في الفصل الثامن وهو خاص بإرشاد الموهبين والمتفوقين وكنا تكلمنا قبل كده على بعض الأشياء الخاصة بتوقيع الإرشاد المنهى الإرشاد الأكاديمي والإرشاد النمائي والآن سنتحدث عن الإرشاد الاجتماعي الانفعالي بالنسبة للموهبين والمتفوقين وطبعا من الناس اللي تتكلموا معنا التطور الاجتماعي الانفعالي وحدد مراحل متعددة لتنمية وإرشاد المرهوبين والمتفرقين في خلال مراحل النمو المختلفة في الإرشاد الاجتماعي والانفعال وكمان لازم يعني نؤكد على المراحل اللي بيتطور فيها المرهوبة والمتفرق في بيئته الاجتماعي ودي نقطة مهمة من الأشياء الخاصة بإرشاد المرهوبين والمتفرقين داخل البيئة الاجتماعية وأهم شيء أن نساعد هذا المرهوب أو المتفرق على أن يتكيف مع البيئة التي يعيش فيها وأن يتحكم في انفعالاته وأن يقيم علاقات اجتماعية سوية مع الآخرين وأن يحاول أن يندمج مع المجتمع الذي يعيش فيه بصورة سليم كمان عندنا الإرشاد الأسري والإرشاد الأسري لازم نقدم معلومات للأباء والأمهات لكيفية التعامل مع المروهوبين والمتفرقين وعندنا يعني كيفية مساعدتهم على أن هم ينموا من هذه التفرق وهذه الموهبة التي لديهم وكيفية استقلالها بتوك سليمة وده نقطة مهمة جدا وكمان نتعرف على مشكلاتهم يعني الأباء والأمهات يتعرفوا على مشكلاتهم ويحبطتهم جميل وتقدم المساعدة لهم في كيفية التعامل مع هذه الضغوطات أو المشكلات التي يتعرضون إليها والإجابة على التساؤلات كمان هؤلاء المروهوبين والمتفرقين بيحتاجهم أباء وأمهات عندهم معلومات ويساعدوهم كمان في عملية التعلم الإرشاد المهني برضو مهم جدا بالنسبة للمروهوبين والمتفرقين وببعض الأحيان بنساعدهم أن هم يحددهم المهنة التي يفضلون العمل فيها بعد الانتهاء من الدراسة وممكن أن نقدم لهم يكون فيه تخطيط لحياتهم واتخاذ قرارات في مراحل حياتهم المختلفة يكون فيه تخطيط واتخاذ قرارات تطوير فلسفة لحياتهم بما في ذلك القيم والمعتقدات كمان يكون عندهم فلسفة خاصة بغوص القيم داخل هؤلاء المتفرقين والمروهوبين وكمان ممكن أن نقدم استبيانات لنتعرف على المشكلات أو المراحل الحارجة التي تقبلهم في حياتهم وقد تؤثر على الجانب المهني في حياتهم وكمان ممكن أن نحن ناقش معهم بعض القضايا والمشكلات التي تحد من تطورهم المهني أو من تطورهم الاجتماع والانفعالي ونمرهم كمان الأخلاق ترجمة نانسي قنقر